مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدتها المساء وعنونت في صدر صفحتها في قطاع السكن لسكن للغشاشين بموجب نظام استعلاماتي يجمع قطاع المالية والسكن وهذا جديد برنامج عدل ثلاثة وجاء في تفاصيل هذا المقال توجيه البرامج المدعمة من إعانات الدولة لمستحقها الحقيقيين ومراقبة الضمام العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ واستغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري وعشر ملايين مسجل ضمن البطاقية الوطنية للسكن يقول هذا المقال وجاء في تفاصيله وقع قطاع المالية والسكن والعمران والمدينة أول أمس اتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات وذلك لمراقبة الضمام العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصياغ البرامجية التي تطلقها الدولة وأكد وزير السكن والعمران والمدينة أهمية هذه الاتفاقية التي تتزامن مع تحضير قطاع السكن لإطلاق 460 ألف وحدة بمختلف الصياغ وبرنامج البيع بالإيجار الثالث عدل الثلاثة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشيرا إلى أن التفعيل الحقيقي للتعاون المشترك بين القطاعين يعزز من الرقابة على طلبات السكن من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها فقط ولفت بالعرب إلى أن البطاقية الوطنية للسكن والتي يصل قوامها إلى عشرة ملايين مسجل تشكل أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية ومختلف اللجان جليدة أخبار اليوم عنونت في مقال آخر في هذه توجيهات رئيس سركان الجيش أكد ضرورة المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية وجاء في تفاصيل هذا المقال شنغريحة في زيارة عمل إلى قيادة القوات البرية حيث قام رئيس سركان الجيش الوطني الشعبية الفريق أول لسعيد شنغريحة يوم الخميس بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر القيادة القوات البرية حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني وذكر البيان الذي تلقى تخبار اليوم يقول المقال نسخة منه أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي وذلك تزامنا مع شهر رمضان المعظم وجاء في تفاصيل المقال أيضا يضيف الفريق أول لسعيد شنغريحة أن تنوع التهديدات والتحديات التي يجب علينا مواجهتها تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستوى يقول من الجاهزية العملياتية لقوام المعركة لدينا والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة وتحضير القوات بكل الصرامة الواجبة ومضعفة التمرين بمختلف المستويات من أجل التحكم الأمثل في منظومات الأسلحة الموجودة إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر الجزائر توضح بخصوص انتخابات كبار مسؤولية الاتحاد الإفريقي دعت لاعتماد منصار انتقائي واسع النطاق وتخوف من اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي وجاء في تفاصيل هذا المقال ما أبرزه وزير الشؤون والخارجية والجلية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس الجمعة بأديسة بابا يقول هذا المقال موقف الجزائر بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبني على ثلاث قناعات أساسية حسب ما جاء في هذا المقال تسمح باعتماد مصار انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة مؤكدا أن الجزائر ستثمن الإجماع الذي سيتولد عن المداولات من أجل تطوير أداة قيادة الاتحاد إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا في الشأن التربوي وزير التربية استحداث أولمبياد جزائري للرياضيات حيث أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحاكم بالعبد عن استحداث وهيكلت أولمبياد جزائري للرياضيات وعضف وزير التربية خلال كلمة له على هامش الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات أن إنشاء وهيكلت الأولمبياد الجزائري للرياضيات لأول مرة منذ الاستقلال يندرج في إطار المجهودات التي تبدلها الوزارة تحضيرا لإنجاح الشراكة أو مشاركة الجزائر وتحسين ترتيبها في الأولمبياد العالمي للرياضيات وتبع الوزير أن هذه المنافسة ستمس تلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة متوسط بالإضافة كذلك إلى تلاميذ الجزعة مشترك علوم وتكنولوجيا وتلاميذ السنتين الثانية والثالثة الثانوي للشعاب العلمية عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه أول جمعة من رمضان أزيد من خمسين ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة بجامع الجزائر حيث كشفت عماد الجامعة الجزائر أمسا أن عدد المصليين الذين أدوا أول صلاة للجمعة خلال شهر رمضان الكريم بجامعة الجزائر نهز خمسون ألف مصلي وأشار المصدر نفسه يقول هذا المقال أن هذا الرقم لم يسبق تسجيله منذ افتتاح الجامعة حيث وعقب افتتاح الجامع من قبل رئيس الجمهورية وصل عدد المصليين إلى 38 ألف مصلي خلال صلاة الجمعة وجدير بالذكر يضيف أن مصالح أمن ولاية الجزائر سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية والتي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر موقع الشعب أونلاين عن ونافي الخارجية أيضا عطاف يتحدث مع نظرائه من ثلاث دول حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس الجمعة باديسة بابا محادثات ثنائية مع نظرائه من مورطانيا إثيوبيا وتنزانيا وذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حسب ما أفاد به بيان للوزارة وأوضح البيان أن اللقاء الذي أجراه عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المورطانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية المورطانية الشقيقة محمد سالم ورد مرزوك شكل فرصة لتجديد دعم الجزائر لرئاسة الجمهورية الإسلامية المورطانية للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي وقيادتها للعمل الإفريقي المشترك نحو تفعيل الجهود الجماعية موقع الخبر أونلاين وفي الرياضة عنوان مفاجآت في أول قائمة لبيتكوفيتش حيث وجه النخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الدعوة ل31 لاعبا تحسبا للتربس التحضيري للمنتخب الوطني المقرر من 18 إلى 26 من مارس في المركز التقني الوطني واستعدادا للبطولة الدولية التي تحتضنها الجزائر برعاية الفيفا وأهم ميز القائمة التي نشرتها الفاف على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة غياب عدة كوادر هم القائد رياض محرز الهداف التاريخي إسلام سليماني وجناح ملودية الجزائر يوسف بالليلي والمخضرمين يوسفيان فيغولي ورايس وهب بلحي ولم تخلوا القائمة يضيف المقال من المفاجآت باستدعاء وجوه جديدة كان أبرزها مدافع شباب قسنطينة محمد الأمين مداني إضافة إلى أحمد قندوسي منصف بقرار ورفيق قيطان وأنيس حاج موسى يقول كاتب هذا المقال من الرياضة إلى الأخبار الدولية وعلى المواقع الدولية الإلكترونية عنوان موقع الجزيرة في العدوان المتوصل على قطاع غزة من طرف الصهاينة عشرات الشهداء ونطنياه عازمون على اجتياح رفح يقول هذا المقال في اليوم المائة واثنين وستين للحرب على غزة وسادس أيام شهر رمضان المبارك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل حيث أفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد ستة وثلاثون شخصا غالبيتهم نساء وأطفال في قصف منزل عائلة أطباطيبي غرب أنصيرات وسط القطاع وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها استهدفت خمس دبابات للاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا بقضائف اليسين 105 في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى إلى موقع القدس العربي الذي عنونا حماس ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية ومقترحنا يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب العدو حيث قال القياد في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسام حمدان أن مقترح الحركة لوقف إطلاق النار في غزة يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب العدو وبدء عملية الإغاثة وأوضح حمدان في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أمس الجمعة يقول المقال أن ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية مؤكدا أن موقف الحركة هو الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني وذكر حمدان أن الاحتلال يحاول الذهاب إلى قضية الأسرة للالتفاف على ملف إنهاء العدوان موضحا أن تبادل الأسرة يجب أن يتم لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولها وقف العدوان إلى موقع الاندفندنت العربية الذي عنونا في الشأن السوداني الأمم المتحدة وصول المساعدات للسودانيين يجنبهم المجاعة حيث دعت الأمم المتحدة أمس الجمعة إلى وصول غير مقيد للعاملين في المجال الإنساني في السودان المهدد بالمجاعة بعد مرور نحو عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع وأوضحت جيل لورل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف التي قامت أخيرا بزيارة للخرطوم أن هناك مخزونا كافيا من المساعدات الإنسانية في بورت سودان تقول لكن إيصالها إلى السكان يطرح مشكلة وقالت عبر رابط فيديو من نيويورك يجب أن يتيح طرفان نزاع وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستدام وغير مقيد بهدف السماح للمنظمات بالتحرك عبر خطوط المواجهة وعبر حدود الدول المجاورة وختاما من موقع روسيا اليوم والانتخابات الرئاسية الروسية عنوان الموقع بنهاية اليوم الأول نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 36% بحسب البيانات المنشورة يقول هذا المقال على موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية فإن نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية الروسية ووصل حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو ليوم 15 مارس أي اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية الروسية بلغ 36.09% وأدل ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر ثلاثة أيام الخامس عشر السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس الجاري ويتنفس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا إلى جانب ثلاثة مرشحين حزبيين وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نسل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم